تأكيد وانا عايز اقول ان فكرة ان انت تدفع بالناشئين دي مش جديدة على النادل آلي ويمكن كلنا كنا بنقول امور كانت تبقى صعبة جدا ولكن اللعيبة بجد في الملعب مبارح والتلات مباريات كانوا يعني على قدر المسئولية بشكل كبير جدا عجبني جدا بفكرة تصريحاتهم كمان تصريحات نطجة جدا يعني يمكن مصطفى شبير قال الناس بتسعى لما يقول ابن الوزة عوام فباو قال لي انا مش هقولها بس انا هسيب الحكم للمشاهد عنده ثقة وانا هيخدنا لقضيتين من وجهة نظري القضية الاولى متش اللي يانو كان الحارس مدرب حراس المرمى اللي قادر قادر في يصنع من حارس شاب واعد حارس تالت يتحطف مسئولية امام خط ظهر من الناشئين مفيش خط ظهر نقول عندهم الخبرات اللي تقدر تشيل الحارس المرمى ويقدر يكون موجود بالثقة دي مع على رأسهم جهاز فني مسئول او مدير فني قادر يدي السقة دي اللي لعبين وتلعب بالشكل ده فلازم هنا اشيد بمدرب حراس المرمى للنادل الالي بشكل كبير جدا النقطة التانية اللي انا عايز اتعرض لها وهي النقطة اللي متعلقة بفكرة ان مصطفى شبير بيلعب في النادل الالي عشان ابن كابتن احمد شبير اعتقد قدم مستوى مش بنقول ان ده المستوى يوقفوا حارس المرمى اساسي حاليا ولكن على الاقل قدم لك مستوى مقنع لفكرة انه متواجد في المكان ده لانه يستحق انه يتواجد في المكان ده فانا تحياتي لمدرب حراس المرمى للالي وتحياتي لمصطفى شبير وطبعا حمز علاء وكل حراس المرمى نتمنى ان لما تجي لهم الفرصة يقدموا اداء فيه ثقة لان 50% من وجهة نظري من مركز حراسة المرمى متوقف على مدى ثقة الحارس بنفسه وبالتالي الثقة مهمة جدا ودي اللي بتنقل الحارس لمكان تاني كابتن محمد الشيناوي لما تعرض لاختبارات قوية جدا في كأس عالم كأس الامم مع النادل الالي خلاص بقى شكل مختلف تماما وبقى عنده ثقة مختلفة تماما هتخلي اي مهاجم رايح عليه حتى في الانفراد او في التزديد عامل حسابه بشكل كبير جدا نروح لمغربي وهو بيتكلم بعد مرات الاسماعيلي واحنا فرحانين بالفوز او بالتعادل في اخر ديئة يطلع مغربي يقول النتيجة غير مرضية بالنسبة لنا النتيجة غير مرضية بالنسبة لنا اي حد يلبس تشيرت النادل الاهلي ما يعرفش غير الفوز دي تصرحات من لعب ناشئ لسه بيواجه مغرات رسمية مع فريق اول وبطولة رسمية وبيواجه المشاهدين والملايين من محب النادل الاهلي يقول نتيجتنا امام الاسماعيلي غير مرضية بالنسبة لنا يذكرنا من عشر سنين فاتوا الفريق الاشبال او نقول الاطفال اللي كان عمرهم 13 سنة بيلعبوا دورة والدية يحصلوا على المركز التالت فتلاقي الدموع نزلة ويقولك احنا لم تعلمناش في الاهلي كده والتاني زي الاخير هي دي هو ده النادل الاهلي هي دي فلسفة النادل الاهلي اللي دايما بنأكد روح الفناني الحمراء ستظل باقية وموجودة وكمان هنتكلم عن فكرة الاهلي بمن حضر لكن لما تذكر روح الفناني الحمراء ما ينفعش تتغافل لعب اسمه عمار حمدي عمار حمدي ما شاء الله ربنا احميه من الاصابات لعيب قادر يشعل حماسة العشر لعبين الموجودين في الملعب لعيب تقدر لو عملته ستندر وحطيته في الملعب وقولت انا عايز تقربه من روح عمار حمدي يبقى نقول اللعب ده استحق كام من عشرة على عمار حمدي تمانية من عشرة في روحه تسعة من عشرة سبعة من عشرة بالتأكيد كل لعبين اجاده ولكن عمار حمدي برغم اخفاق ورقلة الجزاء اللي من وجهة نظري بتعتمد على ان عمار حمدي لسه لم يمتلق خبرات تنظيم مجهوده بيبزل مجهود كبير جدا في كل حتة في الملعب بيبزل مجهود كبير جدا في الارتداد والهجوم فبيبقى اللمسة الاخيرة او الفينش بتاعه فيه ارهاق فبالتالي ما بيقدرش يعني يكون الفينش بشكل جيد يمكن حتى فرقلة الجزاء تعامل معها بشكل يعني يعني كرة ضعيفة جدا ولكن كنت سعيد جدا بالهدف التاني كنت اتمنى ان هو يتم احتسابه لان عمار ايضا بازل فيه مجهود كبير جدا وكانت الكرة هتصالح عمار في اللحظات الاخيرة لكن انيوي نادل اهلي قدم بطولة حتى هذه اللحظة مهمة جدا ولكن دي اعتقد اتفق معي خلاص الجهاز الفني وكابتن سارح حفيز بتصرحاته ان المباراة القادمة والمباراة بعد القادمة لابد من الدفع بالعناصر اللي من الفريق الاول بالتدريج اللي هم مش عايز اقول بودلاء لان هم في النهاية مش موجودين مع المنتخب اللي مش موجودة مع المنتخبات لان انا بشوف ان افشا ما ينفعش تقال علي بديل بل بالعكش افشا يستحق التواجد مع المنتخب مصر الحالي وحسين الشحات برسي تاو ميكسوني لعيبة كبار طهر محمد طهر دي لعيبة لها ثقل احمد عبدالقادر من وجهة نظري رامي ربيع طبعا وياسر ابراهيم مع الدفع بمحمد هاني ولكن بالطريقة التي تحلل للمدير الفني وللجهاز الفني يمنحهم بعض الوقت يعمل روتيشن ما بينهم لازم يكون فيه عناصر من النشيئين موجودين من وجهة نظري من اجل استكمال التجربة اللي هي حتى هذه اللحظة نجحة بكل المقاييس باستثناء مقياس تصدر المجموعة فقط لغير ولكن للنادل اهلي اهدافه واهداف النادل اهلي كانت تجهيز مجموعة من النشيئين واتمنى في المباراة القادمة وبعد القادمة يكون تجهيز العناصر اللي هنكون محتاجينها بشكل كبير جدا في كأس العالم الاندية لان اخر مباراة رسمية لعيبها النادل اهلي كانت في نهاية شهر ديسمبر امام فيوتشر وبالتالي غياب عن مباراة رسمية ممكن يؤثر بشكل كبير جدا على لعيبها